اشتري شوية حاجات يا صاهر مانا لازم ان اتجيب هدايا لحنا مصر محلول احنا اول ما نرجع على مصر هكتب وننزل على اللازغر تروح اتنقي اللي انت عايزها جلاليب زباح عبايات حريمة وسجاجيت صلاة كمان كأنك جاية من الحجاز بالزبط ماشي انت بمية زمزم مية زمزم هنجيب شراك الفاطئة وهنبنها مية من الحنفية يعني هم فينو ضقوا مية زمزم قبل كده ماشي خلاص هزلنا عدي طب استان طب تهم ليه انا لازم ان ندوس هنا عشان نعرف نعطي الاشار لما اني خلاص حفظت البلد اي حاجة تعوزيها من هنا قوليلي وملكيش دعم اهتر مالك يا طه جلاليب وعبايات ايه اللي بتقوليها يا سيش يا حكم مالك كثير يلا يا سيش يا حكم ولا يعني مفيش حاجة بتضيقكم مفيش حاجة بتعصبكم كلكو امامير كده حلوين كده ايه الحلوة دي ده اني هتجنن والله يا طهر يا طهر معجولك دي بجالي ساعة خارجم المحل ميت دي اني مش فاهم البلد دي يا سيدي حكمة اني بصراحة مش فاهمهم تخيالي ان البت الغلبانة دي كمان ابوها مطلق امه ورميها بشنطة هدومها في الشارع اني مش عارف البلد دي مالهم يا طهر احنا عايزين نلحق الطيارة ما هو في سؤال ما حيرني له سيدياب ضحك علي وقال لي ان احنا رايحين لتشيك مع ان احنا في كرواتيا يمكن ما كانش عايز حد يعرف طب البناية الغلبانة دي يعني ما ينفعش ناخدها معانا مصر طاهر يلا ابو سيديك عايزين نلحق الطيارة يعني اني كان نفسي استاي وزيو بس الظروف فاجأ هنقبل ايه اني عايزك تبلغي كل صاحباتك ان المستاهي مسافر باي المستاهي سلام الله يرحمك يا ابا اتنين مستاهي من دول وما كناش دفعنا دم قلبنا في العلاج كان قام زي الرهوان يلا عشان نلحق الطيارة يلا يا طاهر يلا يا طاهر ما شاء الله ما شاء الله ايه دي يا كام تكتك زديد ويه كاش كمان كاش امه ليه فاكر انا هجيبه اسم داني دافع تمنه وانا جاعد حطت رجلي على رجل وشبت فلوسه منان داني كامل المستاهي ايه ومن النهاردة مفيش اطالي عجايب العموم ربنا يكريمك اني رايح احلي بالجاموس روح يا اختي روحي الهي تنتحك وتخلصنا مني اكتب لك ايه عا تكتك يا كامل سيدك كامل يا كل حجك علي الله يرحم ايام زمان باه يا مرجعة دي ايام ما تفكرنيش اقولت ليش اكتب لك ايه تكتب ايه تكتب ايه اه لو الشجاوة روتب كانت زماني بجيت ليون اوه اوه ايه فيه ايه الدنيا مخلصتش ايه مين اللي جانسور يا فاكس يا ولادي النزينة وحشت جدا يا جنرال وحشت يا ولادي حبيب يا جنرال عشم تشافكو صبابي ايه يا بيت دايخة دايخة دا انت دا وقتنا لحد ما عرفنا مكانك انت كان الفين يا فاكس كانت ايه انا مكان ما خبطت خشوا تعاد لا استنى مفيش وقت ادخل البيزو يلا بينا يلا بينا على فين عالا عالا حبيبك عارف ان احنا جايين لك قالك هدو تعالوا لي على الكابلين اللي هو شغال فيه موجود هناك هو البوب ونجمع كلنا زي زمان والولا البوب كمان دا بوب وخمرة ونسوان ومالياطا يا فاكس اخرج من كهفك اوه ربا يا العليل العظيم ولو مالياطا يبقى العادة في الكهفة احسا والله يخرب عقلي دا؟ يا باين عالا ولد الفاكس اتعلم عليه ولا ايه اوه الشر دا كانت قديم اخدتو تعالوا انتوحشيني خشوا غاية مالبسوش يا خشوا انتوحشت الجوايا حكمت هو انت كمان ياك قول لي يا طاهر كيف بلاد بره يا ماري سود على بره وبلاد بره دا ايه اللي بيحصل في بلاد بره دا يا سيديان دا انت خدعتني وما قلت ليش دا اني هحكيلك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعي اسيبك اسيبكو يعني عشان العربية اللي جبيتنا من المطار هتوصللي للبلد السلامة يا طاهر السلام عليكم عليكم السلام الحلوة دي يا بيت اها قلت تجلع نفسي شوي تجلع نفسك؟ سيديان المهم انا عملت كل اللي قلت لي عليه الفلوس مصلت كل حاجة تمام تعالي تعالي ما قلت ايه بقى عوني باشا؟ ايوة بس مليون ونص دول قليل قوي عشان تبقى معايا شريك في الكبارير دا يساوي خمسة مليون خلاص يدخل جيوم شريك بنسبة خمستاشر في المية وده عدل ربنا خمستاشر دا ايه؟ هم عشرين في المية يعني عشرين في المية فيش حد يلاقي الفلوس للمدول والقرش الصيادرش لكل عزيز امري لله انا لولا زنقتي وصفري للعلاج ما كنتش فودت ابدا شبري من الكبارير يعني ايه مبروك بكرة تديب المحامي وتجوني عشان نمضي العقود وانا هعمل توكيل لبنقتي عشان يبقى معاك كل يوم في تحديد نسبتي بس انا ليه طلب عندك؟ امورني عمال النظافة والجرسونات والجردات وعمال الباركينج اوعى تمشي حدي منهم وخصوصا الودل علق حطه في هانيك يا عم ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق واحدين اتطلقين عاشا بقى وانت لسه صعب بحد يا ولادي اللي هبقى لنساها والله لك وحشا عامل ايه يا عماء عامل ايه يا عريان يا عريان تعالوا تعالوا انه قورين الدنيا خش يا رجالة خش انه قورش يا عماء وما اخد والله العظيم تلاتة ليك وحش عماء معاني والله او انت لعلو احشتي بحشني اول يا بوب خدها يا بوب تعالوا يا بوب هو يا رجالة يا رجالة عامل ايه يا عماء حبيبي حبيبي عماء السجارة عماء تسلم ما اتعالك ماليش فيه لما اخزل علو باشربها والعب نايا نايا خشرناه ليه مالك؟ ما عادش في حالة ليه الزباب؟ جراء ايه يا فاكس؟ احنا مش اتفقنا خلاص نخرج من الكهر فكها بقى وفطل تشاؤم تشاؤم؟ التشاؤم ده هو الحقيقة المرة اللي كلنا عايشانها تتصدق وتقاملوا بي أنا نهاردة صرفت آخر جنيه من البنك وكنت أمتالك ومش عارفة توضع إزاي لغاية آخر الشهر ومين سمع؟ ده أنا آخر جنيه شفته كان من زمان قوي تعايش إزاي يا دولار؟ عايش تفلقة ورمي بالا على خير الله وانت عريق؟ أنا مقضيها فهلوة من ناس من النصبوية كده فاستفود؟ حاجة علماشي يعني النصبوية فاستفود؟ لاي جزيج يا شيخ وانت عدب؟ أنا الحمد لله اللي عادلوا زبطني معاه هنا ورحمني من شغل المقربصات والكارتة وال... طب المقربصات والكارتة كنا عارفين بتعمل إيه؟ هنا بقى بتعمل إيه؟ زي ما كنت بعمل في سويسا درعه اليمين كاك قطع درعه اليمين يا باختك كان لقيت وظيفة هر بقى واللي خلق الخلق ما زبطكو زي ما زبطت جوالك عارفين الرجل اللقب عناك ده؟ صح للمحال بعزين حبيب ومارفضنش طلبة واعينكو قبل ما يدخل معاش ريكي هاي هتنور المحال يا حسان باشا لما تشتغل هيدا هتنور المحال؟ ها هتكون هشتغل ايه هنا العالم؟ الحمدلله عالسلامة يا حجي الله يسلم والله اتوحشتك جوي جوي يا حجي وانتو كمان اتوحشتكم جوي 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 والله وصحتك جات على عمرة يا حكمة ووشك منور ما شاء الله دهنورك يا حبيبتي دولي هدايا جبتها لكم من الحجاز الله يخليكي وبارك فيك يا موانصور ودولي عشان اجوازكم وأولادكم تسلم يا حجي حكمة يا قاصلة يا بيت الكورمة سمارة دي حشان كتر خيرك يا حجي ده حكمة ما نستيتش حد واص لا الحجة نسيتني عنا اها ودي تيجي يا نجيبه لا انت بالذات جبتلك مية زمزم عشان تهدي وتروي شمعنا أنا اللي جبتلي ميت زمزبت؟ لا، جبتلكم كلكم الله هي باركلك يا حاجة المهمة قوليلي، دعيتلنا ولا لا؟ طبعا، دعيتلكم كلكم ودعاتيلي أنا كمان يا حكمة انتي بالذات يا نجيبة دعيتلك من صميم قلبي دعيتك واحد دعيتك واحد دعيتك 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 يا سيطاهر الملوخية بالانارب هتكون جاهزة وكمان عاملالي ارانب وديتي الفلوس فيني ياولي فلوس ايه يا سيطاهر فلوس ايه يا سيطاهر دعني حقلع لكم ملط وانا ملوكم هنا بالعرض لا يا أخوي اه اه الفلوس اللي كانت في عشة الارانب راحت فيت فلوس اه هو عشت اه المتين وخمسين الف جنيه امم متين وخمسين الف جنيه ودوش جبتهم من ايه اه 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 محادي ما ديني لاخلص عليك خالص يا خالي! خالص! خالص! خالص يا ريفت! مفيش غيره! أخوك كامل! كامل؟ هيوة! أما لو هو جاب التوكتوك الجديد منين؟ هو بقى له يومين مروج نفسه! توكتوك؟ ومروج نفسه؟ وقعت أمك سودي يا كامل! إنت وضحكتك النتنا دي! يا حبيبي يا حسيم! ألف مبروك! الله يباريك فيك يا شباب! ألف مبروك يا حبيبي! الله يباريك فيك يا شباب! شوف ربنا عوض صبرك خيرا هو! الحمد لله! ولقيت شغلة فينا حسيم؟ في شركة أمن! تعرف الشركات الأمن الخاصة دي طبيعة شغلهم مريض من طبيعة شغلنا في الداخلية؟ وربك يسألها! إن شاء الله! طيب أنا عندي خبر ليكو حلو برضا! أنا نويت أكلم اللواءيني في أن أنا أرجع للرهام تاني! الله يا محمد! إيه الأخبار الحلوة دي مبروك! الله يباريك فيك! ألف مبروك يا حبيبي! ربنا يباريك فيك يا حبيبي! شكرا يا حسيم! أيوة كده! عاوزين أخبار تفرح! الحمد لله! وإنتي بقى ست شان! مش نوية أنت كمان تفرحينا كده؟ أم! أفرحك إزاي يعني يا ماما؟ أه! فرحنا بمحمد وفرحنا بحسيم! إنتي كمان! مش نوية كده تفرحينا ولا إيه يعني؟ هو أنت يا ماما يا حبيبتي عايزة تجوزيني وأنا عندي عيل؟ لا يا حبيبتي مش عايزة أجوزك وأنت عندك عيل! أنا عاوزاك ترجعي لجوزك عشان تربي العيل ده واستيقه! تاني يا ماما! تاني! تاني وثالث ورابع لحد ربنا ما يهديك! ماما عندها حق أشان! لازم تدي لساهر فرصة تانية! بنت عندك عيل يا بنتي! هو يا حسيم مش بيقوله! الجواز أساسه القبول؟ شرعنا! طيب! أنا بقى ساهر ما بقاش لي عندي قبول خالص! بالعكس بقى! شكله بقى بيفكرني بأيام سودة! نفس انساها بقى! استغفر الله العظيم! ربنا يستحلكوا الحاجة! الفلوس! الفلوس فيها يا علي! النعمة ما خدت حاجة! انت يا علي! ودت! ودت الفلوس فيها! والخطة السنوية ما خدت حاجة! ايهل حاجين يا ابو البنات! أم البنات والبنات! محبوسين جوه! ومحدش حيغيتك مني! الفلوس في اللي كانت في عشة الخلانب يا علي! افتكرت! افتكرت! ايوه! من كم يوم كده كنت معدي من يمة العشة! ولجنت ربع جنيه مرمي على الارض! هو بتاعك يا اخوية! لو بتاعك ممكن اضيولك! ومتاع مانجي فيها يا كيدي! ربع جنيه! ربع جنيه يا معافي! اني هعمل فيك كده على ربع جنيه! دول ربع! ربع ارنب يا خفيف! ايه العفانة بتاعزك دي! يعني بتعزبني عشان ربع ارنب! ملعش ما لانا اقنرب قدامك اهو! نجي منها واحد! يا طم! ارنب ايه! ارنب ايه! ربع ارنب يا والي! يعني ربع مليون جنيه! ربع مليون جنيه! ربع مليون جنيه! وشبتهم من يل دول يا طه! وانت مال اهلك! انت مال اهلك! انت! والنعمة الشريفة يا كامل! لو ما رجعتهمش دلوقتي لقتلك! ووريسك تاني يوم الصباح! انت وضيتهم فاني! انت لو قتلتاني مش هتعرف توصل لحاج! يعني خطوهم يا والي! ايوا خطوهم! ومش هتطول منهم ملمح! انت بتسرقني! بتسرقني! يا حرامي! حرامي صارك حرام! هو انت يعني كنت تعمل فيهم يعني! وشبتهم بجعارك جبينك! انت مال اهلك! انت! انت مال اهلك! والنعمة الشريفة لا موتك! يا كامل! هموتك! موتني! ماني كده كده عايش ميت! بس لو موتني! مش هتعرف مكان الفلوس! وساعته! اخبط رسك في الحياة يا طه! انت يعني هاخبطك! انت! لتعرف موتك! انت موتك! انت موتني تطعب صنعك! انت موتني تطعب! انت موتني بكل كلم! انت موتني! يا مرارك يا حكمة! ده وقته! ده وقته! موسيقى موسيقى السلام عليكم السلام عليكم اخارتي لي ايمان النهار مالذي يا خباب تنتعرف بابا من النار لزم الفضل فوق دماغ مالذي مالك املاي مالذي 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 طيب يكوني مالذي 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 مالذ انت ما عنديكيش دمة ولا انت مش شايفها تعبانة طول اليوم ليه وكان حد قالك ان اخوكي جايبني لك وخد دمة دمة ضعيفة يا بخت منظر وخفف قصدك ان انا تقيلها ها در ايه عمر ما تشوف اختك بنراحة عليها شوية يا ايمان ايه عاملت لك ايه بس بنراحة بس يا ايمان ده بدل ان تشكمها الكلمتين يشكمني؟ ليه وانا كنت عملت ايه؟ ما هي دي المشكلة انك ما بتعمليش حاجة حاطها ايديكي في الماية الباردة يا أبتي ؟ باطلاحة بني حسام ايه بقى انا مش لاقيها بقالي كزي يوم بخبط rod mandarin ألو؟ مين معايا؟ أنا ساهر يا شاهند ساهر؟ هو أنت يا ساهر بتكلمني من نمرة غريبة عشان أرد عليك؟ أعملك إيه؟ ما أنت مش عايزة تردي وأنا لازم أتكلم معاك يا شاهند أرجوكي دلوقتي لازم تنسي أي حاجة حصلت بنا إحنا بقى فيه بنا طفل ولازم نفكر في مصلحته ابني هيفضل معايا لأنه في حضني هيعيش في أمان يا شاهند أنا أبوه يعني أخاف عليه زيك بالزبط ويمكن أكتر احتمالي واحتمال تاخد منه موقف لأي سبب وعسمة هنم تقويك عليه وتوحرميه زي مرمتني أعذرين يا شاهند الظروف كلها كانت أقوى مني بص يا ساهر أنا عندي عيش أنا وابني الوحدين أحسن معيش مع راجل ضعيف والإسم النحامينة يا شاهند عيب الكلام اللي أنت بتقولي ده وفتكري لأي حاجة حلوة عملتها لك المر اللي شفته منك مسح كل الحلو اللي جواه طب ممكن تسمعيني بس؟ ما فيش بيني وبينك كلام ولو سمحت يا ساهر ما تتكلمش هنا تاني يا سلام ما في الشاي إيه؟ نقاوي عميل إيديه يا كامل يا خوي يا حبيبي دلوقتي بجيت أخوك وإيه يا خوي الحناء اللي هبت عليك مرة واحدة دي؟ أنا مش واخد على كيدي هو أنا عندي عز منك ده إنت أخوي وحبيبي وأبوي الله يرحمه كان دايماً يوصيني عليك الله يرحمه باجا أزاي ما تقول كده؟ أنا واخد على خطري منك إيك منك يعني سرقتني صعليك يا كامل طب قول لي قول لي وأنا أديك اللي إنت عايزه ما نياما قلتلك وإنت نشفت ريجي وزلتني واعدين ما إنت سريجهم هم يعني يجايين بالحلال طب هاتهم هاتهم يا كامل يا خوي يا حبيبي ده ربنا وحده اللي عالم أنا يجايبهم إزاي؟ عايزهم؟ إيوه طبعاً يا أخوي يا حبيبي إنت اللي قول؟ قولت إني أخوك وحبيبي؟ واني لي يا غيرك؟ خلاص يبجى نكسمهم الجسمة اللي علمزاش هاني وتقول لله الله يبارك يعني؟ يعني أنت مية خمسة وعشرين ألف جنيه؟ وأني مية خمسة وعشرين ألف جنيه؟ إيوه بس ده ما يرديش ربنا أبداً خلاص إغبط راسك في الحيط ملكش عندي حاج ماشي أنا موافق ما هو نص العامة ولا العامة كله؟ بس إنت هتعمل إيه بمصيرك؟ ناو أفتح شركة استراد وتصديق وأجعد كده على مكتب وانجعس وأقلت بقى الرجال الأعمال اللي بشوفهم في التلفزيو والله يا فكري تشاركني؟ ممال؟ ما عنديش وشكين؟ طب هات بقى فلوسك نحطها على فلوسي عشان نعرف نبتدي الشغل نه، نه.. هاي 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 هاي؟ أيها أول الضحكة اللذيزة دية؟ ده بعينك يا أخوي أمال إحنا هنشتغل إزاي؟ لوإنت أجد في كلامك يبي 끝나 بنا ننزل على مصر ونمدي العجود هناك عشان نضمن حجي ها ما يفعش الكلام ده يا صوار الكلام ده ما يفعش عندي لسه باين شفت بطلها وبتعهد من محل ولسه بيجيبهم فيه فلوس يعني سعادتك عايزنا نعمل ايامو يربين مدي اهدنا في جيبهم تمدي ايدك ان شاء الله في عينيهم الله الله الحقيق عليهم جنب رجليهم يبقى الحقيق عليهم ده انت عايزنا نسرقهم بقى نافر يا دولار مسي موني اكيد خانوا اللفظ بتاعلي هو قصده ننصب عليهم ويا فرق ايه نسرقهم زي ننصب عليهم لتنين واحد نسرقهم ننصب عليهم ان شاء الله حتى نثبتهم المهم ناخد القبيل والعلو خير ان شاء الله الله عليك العلو هو ده الكلام المزبوط على فكرة هل انا بيعجبني اجدهادك وإخلاصك في العمل العمل عبادة يا مونير باشا بس انا مش موافق عالكلام ده احنا شغلتنا هنا نقامل المحل مش نهدد الزبان ونقلبه ما مونير بيه نقلب الزبان؟ اه نقلبه حلوهاوي انتوا ناسين انتوا رد سجون لصوص وحرامية انتوا تبوسوا قديك ووجه وضاقر الان اشغلتكم بالكابرين المحطرم ده و انت اشتريتنا ولا ايه? اشتريتكم ان بينهم ان على ما مصدilton انت بدألكوا ساعر وهو عشان اعرف شوي يا عم انت بتعيرنا ولا ايه بس؟ لا يا جماعة please اكيد فيonde اندرستاندد مسي مونير راجل جانتي وأكيد هو عارف احنا مين كويس أنا بس بفكركم بفكركم عشان تحطوا عقلكوا في رازكوا وتفكروا كويس قوي فتشولوها لكميلة عشان شغلتكم في الكابري المحترم ده مم يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبسجاية ورد سجون وحرم ايه لا يا حبيبي بتقول مش رد سجون انت وده كاترة خرجين من السجن يعني ده كاترة واضح يا سادة ده كاترة انكم مش هتعمروا معانا فش نغل هنا لعب مش عليك والله يلعب مع عليك يلعب ع الدنيا اللي خلت واحد زيك يلطننا ويتحكم فينا بس ليك يوم يا مونير واخليك فكر الجملة دي كويس ليك يوم احنا ملناش سعر ماشي استنى حسان معلش يا مونير بي ما تزعلش منه الوقت ده هتب يمشي كله اللي كده يا باشا الوقت ده عب ما نشفى وضبط لنا المحل ولو ماشي المحل هيخسره احنا نصبر عليه وكله بالحنية بيليم طب بسرعة الحو قبل ما يمشي يا حلوة يا أولاد يعني احنا هنسيب الكافر ونجعد في مصر داني الفرحة مش سيعاني وانت مين قالك يا جاموسي انك هتنزلي معايا مصر انت مش روحت مصر انت وكامل وقجرت وشجة ومكتب ايه؟ وقديني رجعت عشان ابيع البيت والارض زي ما انت شايفة مدام حتبيع البيت والارض يبجى هنسافر معاه لا انتي والبنات هتتلاقاحي عند دمك وهون عليك تسلنني والبنات مش دول بناتك برضو بنا خيبة ده انا خلفتهم في ليلة ظلمة خلينا عيش في النور يعني هي جات علي داني نسيت اقولك على حاجة مهمة خير يا سابع انت طالك بالثلاثة يا لا ولو عايزة نفع ايه ابقى رفعي قضية واتقى توفي على قبري لو خدتي حاجة اصدى 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 استناح اطلع ياسطى ولو جات تحت العجل افرمه يا سي طاهر، استنى يا أخويا، استنى يا أخويا، استنى يا سي طاهر، يا سي طاهر كنا بمكسبني يا عزي يا أبا، يا عزي، يا عزي حامل، ما أنا بجالس ستة أشهر ميد جدام الخلك كيف يا حكمته؟ والله ما أنا عارفة عامل إيه؟ العيل دي لازم ينزل ينزل؟ انت اللي بتقولك ده يا دياب؟ علي عيني يا حكمة، بس بكرة بطنك بتكبر، وهنتفتح جدام الخلك هيا بس ده حرام بأعرف إنه حرام، ربنا يسامحنا وأعوض علينا بغيره لما الأمر تتحسن سلام عليكم، ستة حكمة، أحمد الله على السلامة الله يسلمك يا طهر واضح إنني جيت في وقت مش مناسب، بالإذن خليك يا طهر، أوقات ده أنا كنت جاي عشان أقول لك خبر حلو، جايز يخرجك من الحالة اللي أنت فيها دي؟ جول أصلاني والوقت كامل أخويا المنتن دي اللي أنا عرفتك عليه، فتحنا شركة استراد وتصدير زي الشركة اللي فتحتها إنت ووهدان، أو يعني الشركة دي تبقى غطى على شغلنا التاني أفالم عليك يا طهر، أهو كده الشغلي ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة، تاهد، وما حدش حيقدر يتابعها مش ناجس غير أني أنت تلعب لنا الإرد، وتوصلنا على بضاعة نجيبها من برا، نبيعها ونأكل فيها لقمة عاش يا ريت يا طهر، بس كيف؟ ده إحنا بحاجة لرجال، ده التهريب، عاوز له ناسه، ومش أي حد يعرف يدخل البضاعة، ده عالم تاني خلاص، ادي العشرة فبان، هات مهربين بالأجرة يخلصو لك المسألة دي دول مش عاوزين أجرة، عاوزين نسبة ما تجلش عن 40% من كل عملية يا ديني النبي، 40%؟ وغير كده، أنا مضمومش يسرجوني، توصلوا البضاعة لمخازن نقصة لا بضاعة إيه دي اللي توصل نقصة، وده كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين، حطين إيدنا على خدنا كده؟ وإحنا معانا كل الفلوس دي، وكمان معانا اتصالاتنا من ناس برا؟ كل دي مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان سيدي دياب، سيدي دياب، الزابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجة في كابرية انت بتتكلم جد يا ديا وهدان؟ ايه، يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت والإناه ايه دي يا طاه؟ مش الزابط حسام دي، كان شغال زابط في المكافحة، والحكومة رميته في الشارع لما احنا لبسناها قضية ورميناها في السجن قول يا طاهر انت حتقول لجسة حياته عاوز تقول ايه؟ عايزة اقول ان ما فيش غيره، ما فيش غيره يا سيدي الناس هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره انت بتخرف بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا سيدي عكمت، اهدي كده، وخلينا نتفاهم بالوصول حسام دي، كان واحد من رجالة الحكومة، وعارف انعبه، وعارف كمان بيفكره ازاي يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبة لنا زي زكر الكوتشينة، نقش به، وبعد كده نحرمه ونعرف منين انه حيقبل يشتغل معاني، مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقة والحكومة رمياء، وبيشتغل بلطاك الكبارية، يرفض كيف؟ البلطا جهينة، وقدامي اللي حيعملوا معاني خلاص، يبقى نقص نبضه يا سيدي الناس كلام موزن يا طهر موزن كيف يا دياب، انت حتهم على عمام نسكت يا حكمت، انا قلت حكتلوا يعني حكتلوا بس خلينا نستفيدوا منيه في الاول قبل ما نكتلوه ما لجيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبوري، مجبوري، ما فيش قدامنا حل غير جده طهر، اهم حاجة انك تعيشوا من المكان بشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا اعتبروا حصل يا سيدي الناس يا العرك عتميتي، يا ساتر عليك وعلى غبوتك انا ايه اللي خلاني تنفيد في عقلي ويجبتك معاي بطبق البصارة اللي انت لابسه دي ساكير يا جمعة، ساورين الله يخليين هل يطلبوا حاجة تشربوها ولا نوفه بعشاء؟ لا، خش في العشاء على طول طبعا ويقال انت شوفوا الأمرتين الحلوين دول حياخدوا ايه؟ الأمرتين ده فيخشون انا ايه؟ ايه يا حياء وانا انت؟ مدان سليدك انت؟ قولي عن واحد ياه انت عايشان تكمان ياه؟ مايصحش كده يا حاضر، مايصحش مايصحش وانت مين انت كمان؟ انا بعد اذنك، مطير امن المكان ده المكان ده هيتدردق على صحابه ايه؟ حسان بيه الهلالي؟ مستهي؟ باشا انا مليش اي علاقة بالراجل اللي اتعور ده وراح المستشفى وانت مين؟ انا راجل صاحب كبارية محترم كل مهمتها باشا ان انا احمل زباين اللي عندي واشفط بطني وعدي ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزرة دي؟ دي خسارة باشا كانوا رجالت زمان لكن من دلوقتي خلاص حض الله ما بينوا وبينهم يا باشا دول بلتجية كسروا المحل على دماغ الزباين انا عاوز اعمل فيهم احضر يا باشا لطيف قوي جاول بيها ده يا ميسيو مونير دي جازاتنا ان احنا كنا بنحمل كبارية المحترم بتاعك صحيح اخرت اسموهم ايه دول علقة مين يا باشا اللي بقولك اخر اسموهم انا بقولك يا باشا انا باشا من دلوقتي وبعلنها الناس دي انا رفضتهم خلاص والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا بنرقش قولانتك انت هتطردنا بالجنة انت اسموكم ايه بقى اسموك ايه يا رحمة ايه يا باشا يا رحمة مين ده المقدم حسام الهلالي ده كان زابط في مكافحة التهريب اكيد سيادتك سمعت عنه طهر ايه طهر ايه اخوه الكبير وانت مين ان شاء الله اني طهر المصطيح يا باشا اللي اخوه مرمي في المستشفى بس مش مهمة فداكم يا باشا اني اهم حاجة عندي ان الموضوع ده يخلص عشان خطر حسان باشا انت متعرفش غلوفه عندي انت بتقولي ايه بلتجي في كبار ايه انت متأكن ان احسام اخويا انت من اجعلك حالا ايه اسور من ايه امحمد 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 فعرضك هكي اعملش فيها كتب امحمد ما صحش يا بني ادب ما توقف بكلمك انت عادي مني بعد ما عارتنا و بعد ما حطني قدام زمائلي انت واحد كدير ما كان لازم اجدب يا بني كان لازم اجدب علشان تنسوني انت امك واختك ايه دي بقى شركة الامن اللي انت شغال فيها حط نفسك مكاني ما كانش فيه شغلانة شريفة هتقبلني انتم تشتغل بلطجي وفي كبار ايه احسام في كبار ايه لأ اوز اعلان قوي ان انا اديتك فلوس لأ ان انا الكبير انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل يا ريتك في دل التعاطر وعلى عارتنا لان انت تشك دلوقتي ان انت لحلت السجن بسبب جريمة انت افتكى بتاع اخرص وقتصوتك لأ مش اخرص ومش هزكت وكفى يبقى دور الملكة اللي انت عايش لنا فيه هل انت بصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه وانت اللي خلتنا صدق كده ما تقولش اخوك انا اخوي امانت ده ما بقتش حاجة تشرف ايه ده ايه يا احسان باشر هو ماله جاي متشامني اللي علينا له كده ماني خلصت الموضوع جوه وبعدين اني مش عايزك تزعل دي مصارين البطن بتتخانق وانت اخواته اكيد حتتصافوا لعله خير ان شاء الله سبنا العم سيبوني في حاله كلكم سيبوني في حاله يا رايح فاق رايح فداهية سيبوني في حاله جنرال هنسيبوا يا جماعة في حالته دي جدا انا فكر احنا مش هنفع هنسيبه كده حتى لو غصب عني يا جماعة ماينفعش يمشي كده طب نوقف له تاكسي حتى ما تسيبوه يمشي ما تسيبوه مش كفاية شبهته بمشيوكوا معاه في كل حتة سيبوه يلضف شوية تصدق بقى بسبب طولة لسانك دي مش هيطل عليك نهار جديد بعد الشر علي ما كانوا بيه هزقوا فيكو طول النهار والليل جوه في الاسم اللي ما فيه حد فيكو تشامل ولا فتح بقوه ولا يعني هي جات علي يا تقول قرف الكلام اللي سمعتوا من أخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعتوا من أخوك ده صحيح يا حسام؟ أيوة امو أيوة أنا مش مصدقة نفسي معقولة أنت حسام الهلالي انت ابن البطل نجيب الهلالي ابني اللي ربيته على الأخلاق الحميدة والطيبة والاحترام تبقى كده يا حسام كبرتك وخليتك زابط قد الدنيا يضرب بيك المسأ في الآخر تشتغل بلطاجي وفي كامارئك مش بصدقها نفسي لا صدق صدق يا أمو البطل اللي وقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيتي وكبرتي وقع اللي تغير فيه وقع نفسه كسر اتبعت عنك بقى عامل زي الفرس اللي مالوش لازمة ولازم يضرب بالنار الفرس القصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار مش ينضرب بالنار ده كان زمان يا أمي إنما احنا الزمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداز بالجزم ومحدش بهم يدروا إيه وأنا رحت فين؟ أنا أمك رفت فين؟ تنصر وانا فشلت بقى سندك كمان هبقى حملة عليك حملة علي يا حسام تحملي علي أمك؟ وعشان ما تبقاش حم تضيع نفسك وبعد ما كنت زابط محترم تبقى بلطجي بعد ما كنت بتحمي الناس تبقى بلطج عليهم وفي إيه؟ في إيه بتحزبوني علي إيه؟ بتقطعوا فيها ليهم على الليل المشانق ليه؟ أنا تبهدلت أنا تظلمت وتهنت اتسجنت ظلم ومش يفعليش بلف خدمتي في التخليل اللي مفهوش نقطة سودة دوقت تعمل الظلم على تهمة أنا أصلا ما عملتهاش ارحموني بقى ارحموني وفي أخيات ده عد في البيت زي النسوار واخويا الصغير بدل ما دينه مصروف بيرميلي حسنة لا أنا أكرم لي وأشراف لي أدوس على الناس كلها بيكسر مدل ما يدوسوا علي يا ماما لا لا يمكن تكون ابني اللي ربيته لا يمكن عمري ما كنت أتصور إنك تبقى مهزوم بالشكل ده أنا ربيتك عشان تبقى بطل مشي فوق ابني فوق من اللي انت فيه منفايا بقى فوق فوق أخبارك قابت يا سماسما أخبار الهزة على حسن يوه أديني مقضيها ها يعني إيه مقضيها أنت بتغزي العين ولا إيه قصد يعني الكيت والزباين الحلوة اللي بترمي فلوس الفلوس زادت وفادت على الآخر يا أختي بلانيلا عليها وعلى بغتي ما أنا كنت بهزة وعمل لهم قرد لأ كنت بهشوف فلوس ولانيلا ما انت يا أختي اللي تسرعتي وتجوزتي وسبت الرأس والهز بدري طي يا مين دي أختي اللي سبتوا بدري ده أنا حاجة وأغزكوا كلكم هما يا مين ريستي كده ونزل الملاعب تاني وأكسركم يا أختي تيجي بالسلامة إن شاء الله وزباينك مستنينيك على أحر من الجامط لا جاية وGoogle بقة اختي قايدة مين دي في مالك ما تهدي تزعايل لي ودخلا بزعابيبي صاحبتي سماسي في الصحبتك تأبيها عن شائطك إنما المناظر الزبالة دي المazخارها دي مش عايزها قبيتي ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله الاخت دي ان شاء الله دي بقى صاحبك البيت ان شاء الله بقولك ايه تخذي السبالة دي وتطلعها بره دا بيت محترم في ايه ده ايه ايمان سوخ جاي بقى خرشهرة في ان بنتك بتطردني من البيت انا وصاحباتي اتغافة في البيت دا يا لولا وما فيش ديف بيجيب ضيوف معاك في ايه بس توت العائلة في ايمان الحقني يا عمر اختك بتبهدين انا وصاحباتي وتطردنا بره البيت ولو زودتسي في الكلام هاديك انت وهيا بشايفش جرى ايه اختي اللي محدش عارفي لنك مال هادي ايه ايه عزبين اطلع بره انت وهيا ايمان عب كده ما يصحش الكلام ده انا ده رجعت عباني مش شغل وعايزة بش رتح شوية انت تروح ترتح في ايه حدة تانية اللي هنا طول ما انت معاك المناصر الزبالة دي انا مش عايزك في البيت دا فاهم ولا لا انا اممك مناش غير صمعتنا ومش هيجي عايز زيك على اخر الزمن يجي الواسط صمعتنا خد الزبالة بتاعتك واتلع بره اممم ازاك يا حسان بقاشي؟ ازاك يا طه؟ عرفت عنواني من ايه؟ مين اللي اسأل ميتوشي؟ مش هتقول لنا نفضله؟ مين لفندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن ما انت عارفه لا بس دلوقت يتغير على الاخر بقى بيستحمه وبقى يحط برفان واضح ان مش هو الواحد اللي تغير وبقى يستحمه وحط برفانة طاهر كلنا اتغيرنا يا حسان بقى هو الزمن بيخلي حد على حاله معاك يا حب؟ انما انت ايه اللي ده احضر بك الحل تحت اوي كده؟ ده قاني الدمعة كانت حتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباراتي نستني ايه من واحد رد سجون زي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشي؟ انت مهما حصل حطيف ضليل باشا الكبير بتاعني ده كان زبال انما انت يا ماشاء الله يعني ايه اللي نقلك النقلة دي؟ معينوك مدير الادارة وانا مش دريانة او ليه؟ ادارة ايه يا باشي؟ اني بعد اللي شفتوا بعنيي وشفتهم رموك في السجن اكتقبت من الشغلانة وستهن وبقيت بشتغل في التجارة تجارة ايه اللي انت اتصيع؟ وانت كنت لقيت ايكر ولا حلتك حاجة من اساسه؟ اني بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده هو وشريكه اخوك ده؟ ايوة عقبال امال تكلوه واحد صاحبه راجع من اطلية معاه فلوس ايه؟ بالزوفة وطبعا ملاجاش غيري انا واخويا طهر عشان يقاملين على فلوسه اه بتشتغلوا في ايه بقى؟ ايه في الاستراض والتصدير بتصدروا ايه؟ بهاين؟ احنا مش بنصدر احنا بنستورك كل حاجة بنصيل ما شاء الله واضح ان الشغل ماشي معاك واشياتكم معدد هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسان بيه وعشان كده احنا جايين لك المعارضة جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا اشتغل معاك واشتغل معاك واشتغل معاك وانا مستقيا انا ما بعرفش صيني بيقولك ما بعرفش صيني يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا واكيد بحكم شغلك في الداخلية لك علاقات في المواني وعالحدود ده حقيقي بس ده حيفيدكو بية؟ يفيدنا كتير جوي ماهنة لو مسجتنا قدرت التخلص الجمهوركي عندنا في الشركة هتخلصيني عمليات كتير وبسرعة وأنت معرفك يا عمي وده حيفيدكو هاي ويا ما؟ إيه اللا حيفيدنا يا باشا يا باشيه تايم إز موني تايم إز موني؟ والله بقيت تتكلم إنجليز يا مستيه يا باشيه يعني هي جات علي نعم جات لحد عندك وتحت رجليك وقيت علي أنا وده ستن واحنا بقى جاينت لك عشان نهل بيوت يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجل تفرمك واضحت حضمك الدنيا غدارة يا عسان باشي واني بصراحة من ساعة ما شفتك مبارح واني مش على بعضي طب ده أنا ما عرفتش هدام طول الله حتى أسأل الوات كامل يه أنا يا أخوي أطار عمره ما يجنب أبدا جان أنت هو ألي وأنتو شافيني ماشي برايله دي من أطاع علي العفو يا باشي بس إنت باشي وهتفضل طول عمرك باشي وبصراحة يعني شغلانة بلطاجة دي مش لد علي إنت حقتك يا باشي تقعد في مكتب ويكون متكيف وتبقى حواليك سكرتاريا وتبقى مدير وتاخد خمس تلاف جنيه في الشهر كم؟ خمس تلاف جنيه يا باشي خمس تلاف جنيه؟ أي شغلانة التخلص الجمروكي دي بتكسب أوه كده؟ أمان، ده إحنا بديستورت شحنات بقلوفان ولي خلنا صنا مصلحتنا بسرعي لازم نحليله بوب قلت إيه يا باشي؟ قلت إيه؟ ولو إني مش مرتح لكم بس ما فيهاش يوالي خليكوا وراك كدهب لحد باب الضار سلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته الحمد لله بالسلام عمر ليه؟ بسلام عليكم حضرتك كنت بتصل بيك وحضرتك مكنتش بترد معلش، كنت مسافر برا مصر وساعد موبايل يانا خير في حاجة؟ أبداً، السكان جابوا سباك واكتشفوا إن الموسير مزدود بأسماك توبلاك وده يمكن اللي مكانش من خل المية توصل عندنا إده معقولة؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الأستاذ نيازي قال لهم إن حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شواءهم أنا؟ أيوة، وحضرتك خدوا نفسهم بربطة المعلم لحد الإسم عشان يعملوا فيك محضر إسم الحالي أما ده محصل كده، ما بلغتنيش، ليه أول ما حصل؟ ما أنا عادت أتصل بك كتير وحضرتك ما كنتش بترد وكنت عايز أقولك إنك تروح الإسم عشان ياخدوا أولك إسم؟ ماشي يا ملاوالي، أي حاجة ده حصل جديد بلغني بيها على طول، ماشي؟ تحت أمرك حفظ مضالي وقتاني، شفت آخر تشورتك السودة؟ أهم راح عملوا فيها محضر فيه ملكة هزيت ويت في جلدك كده؟ ليه؟ المشكلة يعني؟ يعني ميه المشكلة؟ محضر وإسم، يعني ممكن تبقى قضية في أي لحظة عادي يا نص، إحنا هو ده اللي إحنا عايزينه عايزينه إيه؟ عايزينه إيه بس؟ والنبي حرام عليكي بقى شكلك هتوديني في ستين دهية وبعد الشر عليك يا عمر، كده برضو حبيبي، فوقوا نردب ده خليهم يعملوا محضر محا مين دول؟ على أساس أن أنا فاضي لكل المشاكل دي أمه برضو أقول لك حاجة يا عمر، الأرض زي لما هتتبعي يا حبيبي، هتجيب ملايين يعني كل ده ما يستهلش إن إحنا نصبر، وبعدين إنت لما تروح لإسم دلوقتي، إنكر كل اللي حصل ده بالعكس بقى أنت تعمل فهم محضر وتقولوا إن هما بيتلكي كلك ومش عايزين يدفع الصيانة أه، على أساس بقى إن هما يصدقوني هما يصدقوكش ليه؟ إيه؟ إيه؟ لبين على ما ندعه؟ يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يعني إنت لما تروح دلوقتي وهم بيحققوا معاك، تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد ساعتها المحدد ده كله هيبوز ويطلع في الشينك ويبقى إرجاع بقى يدرى ودمقهم في الحين اسمح كلامي، عمر، ده أنا لولا اللي طول عمري بطلع يقول ربنا يستر يا لولا، تفضلي، تفضلي يا أولا حسام الهلالي، وافع يشتغل عندي في الشركة، شكله كان واقع وإحنا استلقناه أيوك ده يا طاهر، وعملت له خمسة ألاف جنيه في الشهر؟ إيه؟ عملت له، بس أنا ما عملتش كده إلا لما أنت قلتلي إن انت اللي قد يدفع مش بس كده، وعاوزك الشهر الجاي تديه سبع تلاف جنيه ولوه بس ده كده، ده كده ممكن يتمرع على الشغل يا طاهر، يا طاهر افهمني، أنا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع، افهمني السلام عليك يا سيدي الناس وعلى مخك الدهب إيه، إيه، فيه إيه، فيه إيه؟ فيه إيه؟ إيمان يلا تعلم معي بسرعة تعلم معي فيه؟ أول خدوه على الاسم اسم؟ اسمي إيه؟ حصل إيه إيماني؟ سكان العمارة عملونه محضر في الاسم إنه هو اللي جاء بالسباب وقطع عليهم موية في العمارة وهو عمر كده ليه؟ مش مهم ده دلوقتي، إخلاصي قبل المحضر كما يروح النيابة وطب عضية ومصيبة نيابة؟ كله مني جنت يا وش المصيبة يا فكتي وده وقت ومرحمينه بقى استاني الحاجي معكين يا ماني دايما محاببت خليك انت هباطة من البدري تلا إيه ده؟ القدني ده كله لي أنا؟ كل يا سيبوب، مطرح ما يسر يمر زوزوختي، عمل الأكل ده كله بأيديها وغلوة كان معرفت إن أنت جاي تسلم إيدك يا ست الكل تسلمني يا سيبوب هنإذنكم، لحسن متضايقة شوية كل بالعانة والشفة حاضر ماسكينة، ماسكينة وطيبة وحظها وحش وقليل في الدنيا دي إن ايه بس كده قفالة الشر، جزء عاصلة طلقة؟ رمى عليها اليمين التالي ووهي حبة عيني بتحبه وبتعشاءه ونفسها ترجاعها بس محتاجها محدد يا عصدك خروف يعني، مسموش كده احنا عايزين واحد خدوم يكون مننا مننا حصدك انا بقى احبك وانت فهمني لشكلك كده انت اللي مش فهمني خالص انا عايزة ناسبك اجوزك اختي مش انا الحمار اللي هتشاهله البرتاع العلم انا مش خروف سادة انت مش خروف بس فرخة يا كلب ماشي قومي انا قومي قومي انا مفيش اكل معقولة يا عمر معقولة انت تعمل كده انا مش خده اللي يمان قلتهولي في التليفون ماما والنبي والنبي انا مش ناقص وبعدين انا عملت ايه يعني العمارة دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملالين كل اول شهر مع ان الارض تسوا اكتر من كده بكتير انت لسه ليك عين تتكلم يا بجح بعد ما الناس دي تنزلت عن المحضر اللي كان ممكن يدخلوك بالسجن لا اوعي تفتكر ان هم عملوا كده عشان بيحبوه لعشان سواد عيونه دول عملوا كده زي اللي بيقدم السابت عشان يلاقي الحد عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيت يا خراسي خالص يا قص المصايف انت لو زيتي ابني يعمل كده انا ابني ما عاملش كده لوحده ابدا انا قلت له يجيب سباك لكن ما قلت لهش بقى يروح يضغبه ويجيب سباك المنطقة ومع اول قلم يقر عليه اخصى عليك يا عمر هانت عليك العشرة ده النبي وص على سبع جار ليه يا عمر ده انت خلت بيتهم وكالت عيش مملح معاهم عايز ترميهم في الشارع في الاخر يا ماما انت بتقول له ايه عمر الفلوس عامته لا انا كنت عايز اجيب حال ايه ولا اجيبكو بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساسة ان احنا اشحاتين والاجار اللي بنلمه من الناس كلها بيكفناش اسبوع في الشهر الله ينعي ان ابو الفلوس اللي خلتك تبيع كل حاجة حلوة بينك وبين الناس اللي حواليك انت ما بقيتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك انا بفكر فينا كلنا على فكرة بصراحة بقى عمر معا حق يا امان لان المصلحة دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا اصحيح هو انا اللي عادة بتخنق معاه ما انت الشيطان اللي عادة بتوزيه هتخليه يخسر كل حاجة حواليه لغاية ما تدخليه السجن ايه يا امان هو انا عيد صغير ولا ايه تصدق ان احسان لك ان انا تعمل معاك على انك عايل صغير وهبل وبريالة بدل ما تعمل معاك على انك راجل شحط وجاهد اقولكوا ايه انتوا عادين هنا لسه ليه تفضلوا برا برا يا مرحب يا احسان باشه يا مرحب ده ايه النور ديه دي الشركة موارد بداخلتك عليها والله الشركة موارد بصحابها انا مش بصدق نفسي من الفرح انا نودي ودي افرشك الارض رملة ايه يا واد شغل الفوعلية اللي انت فيه ده يا واد ما تنزلش كارتي الاسمنت من على كتفك وانت بتسلم عليه عب كده نزل ياد رجلك نزل رجلك اهيه حسان باه مش محتاج للمحلسة دي حسان باه صاحب مطرح اتفضل يا باشه اتفضل افرجك على مكتبك الجديد اتفضل اتفضل معاني اتفضل يا حسان باه اتفضل 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 يا حسان باه اتفضل ايوان من هنا اه فيه رأيك بقى في مكتبك الجديد لا لا اني عايزك تقعد هنا عايزك تجرب المكتب الجديد ده اني دفع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك ده احنا بيننا عيش وملح واني لحمك تافي من خيرك واجبنا لك كمان سكرتير اخصوص تقنيلة عليك وعلى اندفاعك دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي تشرب ايه يا حسان باه لا على حالة انا متشكل لا ازاي اياكش يا رب عدم كامل اخويا ديه لانتشال بحاج خلاص 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 شاي هاتي شاي ايه هاتي شاي بسرعة بسرعة اني عايزك باجا تورينا الامة تورينا الشغل واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر حديك في ايدك خمس تلاف جنيه ولو حبيت تشتري عربية بالاست او اي حاجة اني رقبتي سدادة الخير كتير والحمد لله ده اني ممكن كمان افتح لك حساب في البنك واحطي لك فيه المرتب بتاعي والاست يبقى يتخصن منه ها اهقولك افتح لك افتح لك كأك افتح لك افتح لك يا مرّي يا مرّي! منك يا حكمة كيف الله الشرم؟ الحكمة يا ناس؟ الحكمة يا حكمة! يا ناس حكمة يا حكمة! رب ري طمّنّا عليك يا حكمة! يطمّنوا! يا غالي يا مرات غالي! أسطر يا رب! خير يا جمعة! ما لا حكمة! خير ان شاء الله! حكمة جالها نزيف! وقتها تموت وتتصفى من نينة! نزيف! يا لها نزيف مين! ما خبراش! الدكتور جوا عنديها! هيخرج ويقول لنا! اهو! الدكتور حرج اهو! خير يا دكتور! ما لا حكمة بالتخول! الحمد لله حافظنا على الجنين والجنين بكير! جنين! جنين! جالك كلامي! اشكتوا! مش عايز حد ينطق بكلمة! افهم؟ وحشتنا قوي يا حسين! ما عقول تغيبة علينا الغيبة دي كلها! والله يا شاين دو انتو كمان وحشتوني يا وين! ازاي كم اومي؟ نحمده على كل حال! ما عالف ان انت زاعد انا مني! ما عندك حق! بس انا جايلك المهاردة عشان اطملك! خير يا حسين في ايه؟ الحمد لله! اشتغلت! اشتغلت في شركة استراض وتصدير! المرتب كويس اوي! خمس تلاف جنيه في الشهر! بجد! الف مبروك يا حسين! وحيددو لك المرتب الكبير ده ليه؟ طب من يا اومي! هقدوني المرتب الكبير ده عشان هشتغل في التخليص الجمركي! يعني! بحكم معارفي وعلاقاتي في المواني من ايام الداخلية! يعني خلاص فوقت من اللي انت فيه وهتمشي صح يا حسين! يا أمي محدش بيمشي في الغلط بمزاجه! الظروف هي اللي بتجبرنا على الغلط! بس مع اول فرصة للصح! واحد بيرجع! زي ما انت شايفه! ايوا كده يا ابني! طمنت قلبي ربنا يطمن قلبك! انا مش عايزة اقولك يا حسين انا مبسوطة بكلامك ده قد ايه؟ مساء الخير! مساء النور! تعال ابارك له حسين! ابارك له على ايه؟ حسين يشتغل في شركة تصدير واستيراد! ايه؟ مش طلع منك كلمة مبروك يا محمد؟ مبروك! بس على الله كلامك يطلع صح يا حسين! معلش يا حسين ما تزعلش منهم! انت عارفه يعني لما بيتقمس بتبقى راسه وناش فقط ده ايه؟ لا اخوكي فيه ده مش عمس! انا مربيه وعارفه كويس! مربيه كنتي وهو! انتو اللي اتنين عيالي! مش اخواتي! اخوكي كان شايفني حاجة كبيرة جدا! ومن وجهة نظره ان انا خزلته! كسرته قدام الناس! بس اذا ربنا ادانا العمر اللي هامي! انا مجاية كتير! وكفيلة تثبتلي ان انا مخزلتوش! يعني خلاص! من الزعل منه؟ حد يزعل من عياله! ما قلتلك انت وهو مش اخواتي! عيالي! ربنا يهديك يا ابني! ويخليكو البعض! ربنا يهدينا جميعنا ماما! وتردى عننا كده! بقولك يا ايما انت متجوزة؟ كنت! الله يرحمه بابا! خلاص عريسك عندي! عخوي عشان جال في الخليج ورجع مقصوص عشان الفرح ده! لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص! متفكرش في لي! يا انت صغيرة او زي الامر! يا ونفسكيش تبقى عروفة زي العراش اللي انت بتزوئن كل يوم والتاني! انا البست فستان فرحي خلاص! كل الفرق معي دلوقتي يطلع بنتي دكتورة زي ما ابوها الله يرحمه كان عايز! الله يرحمه! مونيرة! جالكم كلامي! احتلعت ماشية في الحرام! وحبلة كمان! انا مش مصدق اللي بيحصل ده! يا جماعة يمكن حبلة من دياب حرام عليكم! دياب؟ دياب ميت من الشهور! يا دي الفضيحة! والعمل دلوقتي! العمل عمل ربنا! وربنا رايز يفضحها! ما بازياداكي يا نجيبة عاد! بازياداني ليه؟ مانا قلتلكم انها مش شريفة! وجفتوا كلكم ضدي! كناش نصدق ان حكمة تعملك دي! كنا فاكرينها قصيلة! وعندها شرف! وهتجيبي منين الشرف من واحدة خاطية زي دي! يا خسارة يا حكت! يا خسارة! حلها الوحيد انها تتقتل! ونغسله عارنا قدام الناس! حرام عليك يا شيخ ليه القسودي! دي عاداتنا! ولو عمها ما قتلهاش! انا ليه تصرف تاني! اهدي يا حكمة! اهدي! انا قلتلك حتصرف! ايوة حتصرف! اي! كان مقصني اي! ايمان! ايه دا حسام! ده عربية جديدة! ايه رائك! مبروك! الله يبارك فيك! كيبتها بالقسط عشان اترحل بقى من زحمة الموصلات! ايه رائك يا ملوك! يعني! يعني! الله! وانت الكبتية عشان تقولي يعني! اما اللي ما تسوقي هتقولي ايه! انا لسه صغيرة وانت عارف كده! انا عارف يا سنتي! بس انت مش هتسوقيها لوحدة! انا حسوقها معاك! ايه رائك! اتفقنا! ايه اتفقنا! بالمناسبة دي! هعمللكو بكري يوم رياضي! يعني ايه يوم رياضي! يوم رياضي! يعني اصد! نحتفل بالعربية الجنيدة! نخرج! نفسح! نمشى شوية! يعني! عشان خاطر ملوك! او ليا ملوك! هنيجي طبعا! اهو! شفت بقى! ماشي! هتيجي! لو ملك وفقت يعني انا موافقة! ايه ملك موافقة! طب خلاص انا موافقة! يعني! دعونا اتبسل شوية! ياريت! هاي! اشوفكم الصبح ان شاء الله! بإذن الله! سبعة لخير! مبروك! الله مارك فيك! السلام! ايه! ما اللي احب عليك يا فاجرة! يا عمي حرم عليك! ما تقول يا شك ده! هم لا تقول ايه! في حبلة وجوزف ميت! جبت لنا العار! ومش همحيه إلا موتك يا فاجرة! يا ما عايش! عايش وكلمت وحيادي! ما تقول ايه! صدقني يا عمي! دياب عايش والله في بطنة ده ولده! وانا حرة وشريفة وعمري ما كنت خاطئة! كيف عايش! والحكومة ذات نفسية! بتقول انه ميت! سكلاني ااكل من كتبك! وارحمك يا فاجرة! صدقني يا عمي! دياب عايش والله العظيمة عايش! وانا يا عمي! وانا يا عمي! يا عمي! دياب! دياب! بلعو السلامة! دياب اقول! دياب منصور البطار! مش احمول احمل! بل عنده كلمة! 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 طمني! طلما نعايش! محدش! محدش حيمس شعره مني كواصل! طمني ومصور! ديلا السلامة يا دياب! عاوزكم تعرفوا! اللي في بطن حكمة دي! يبقى ولدي جابر! مرض دياب البطاش! أشرف من الشرف وميت راجل! واللي حيدس له عطرف! أكتل وأشرف من دمه! حقك علي يا دياب! شعرين يا حكمة! فهمت الموضوع غلق! المهم إنك فهمت صح ودلوك! وزي ما فهمتوه صح! عاوزكم تكتموه! واللي ينطق! كلمة واحدة! أكسم برب العباد! لأنها شبسنا لي! حكمة! حتتدلي معايا المصر! وانتو! اللي عاوزة منيكم أي حاجة! حتوصلها ولحده ليه! لأنه بيت الكبير! حيبقى مفتوح! وأنه الكبير! مماتش! الكبير أهو قدامك يا سادق! بيه فاهم ولا لا! طنبني! طنبني! خلاص! 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 مش حسيبك! لأنت ولا ولدي! لازمة نمشوا بسرعة! قبل ما حد يعرف إنك هني! ما حاسب يحسى بكل حاجة! مماتش! 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 اتبسطت يا ملوكا؟ اتبسطت قوي يا أنجر حسين! أخيراً لقيت حد هي تعطل عماني! إن شاء الله بإذن الله كل من المفاضي موريش حاجة! هنخرج كل نساء! والله دي أول مرة تبسط فيها! من مدة طويلة قوي! لا يرحم! لا يرحم! لا يرحم! لا يرحم! لا يرحم! سدهاي إن أنا كمان أول مرة تبسط فيها! من مدة طويلة قوي! يوم! ربنا يصبارك يا حسين! ربنا يصبارك! مرسي يا مامي! أعرفت حال حلوة! مرسي على إيه يا حبيبتنتي! قولي مرسي الأنكر حسين! أمكر حسين تقولي يا حتيب قوي يا مامي! أنا حبيته! هو كمان حبك قوي! مامي! ممكن أقولي الأنكر حسين يا بابي! بابي؟ ليه يا حبيبتي؟ أصلاً ملاب معي! حصيت إن هو بابي! هو فعلاً عمي زي بابي قوي! تعودي ترغي! نامي! نامي أنت عندك مدرسة! يا رغين! محبك! كذي بس! الله ينور عليك يا باشي! هو ده الشغل ولا بلاشت? انت مش عارف فرحتي من ساعت ما عرفت إن الشحنة دي وصلت بالسلامة! أنا مجاليش نوم! إيه السلم؟ مش معنى يعني الشحنة دي؟ منا ياما خلصتلكم شحنات؟ إيه المشكلة في دي؟ يعني فيها إيه دي غريب يعني؟ لا يا باشي أصل الشحنة دي زبدة الزبت زبدة الزبت؟ مش معه؟ مفاهمك أو أنت لازم أن تفهم؟ لأني أنت خلاص يعني بقيت واحد من مني ما بقيتش اللارين الشحنة اللي إنت دخلتها بشطرتك دي؟ فيها جرى صيني متغربة فيها عبطفان يا نهر أبوك إسود بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها بالصين؟ الله ينور عليك هو ديه أصل الشغلانة والباقي كله دموية ده أنا حوديكو في ستين داهية أنتو زي تخدونا اشترك في جريمة زي دي؟ جريم ديه؟ جريم تهلا سمح الله هو إحنا قتلنا قتل دي تجارة ده تهريب تهريب أنت رأس يا طاهر أنا كنت إيه؟ كنت يا باشي كنت إنما أنت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي إحنا بنعمله ديه خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا رصهم قدام مراطاتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني إحنا بقى بنستورد الفياجرة دي؟ عشان الغلابة دول يرفعوا رصهم قدام مراطاتهم وبيوتهم ما تتخربش أنت أكيد الجنانت في دماغك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع وحسيبها بالعقل عقل؟ أنت خليت فيها عقل؟ أنت أحسين نخلي في مبادئ إزاي؟ مبادئ إيه؟ مبادئ إيه يا حسن باه؟ المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكل عاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده أنت الزهر نسيت نفسك يا طهرة مستهي؟ أني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر أن أنت اللي نسيت نسيت أنك رد سكون وما بقيتش الباشة بتاع زمان طهرة مستهي؟ أني بوعيك يا باشي أني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي أنت مش عارفها تقدر تقولي خدت إيه من شغلك مع الحكومة؟ غير المرمطة وقلة القيمة؟ وآخرة المتمة؟ استغموا عنك ورموك في السجن عارف ليه يا باشي؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض إنما إحنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لأن المصلحي واحدة حق مش عليك أنا اللي أستهل ضرب الجزمة إن قبلت أشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي أنا واطئ بس يكون في عيونك إنت مفيش حد حيوظفك ولا حيدي لك المرتب اللي نبدهه لك وخصوصا لما أعرف إن أنت زوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة وظل ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي وأنا أخليك تلعب بالفلوس لعب وأخليك كبير والصغير يعمل لك ألف حساب احسبها يا باشي بس يا ريت احسبها صح حسبتها يا طاهرة مصطي وموت مجوع أشرف لي إن أبيع كرمت الواحد واطئ ووسخ زيك بصراحة يا باشا تمسوك إبريهام هو اللي خلاني أجي أطلب إيدها للمرة التانية وعموما لو ساعدك رفطت أنا مش هزعل أنا مقدر موقف ساعدك بالعكس يا محمد إحنا يشرفنا منك تبقى جوز بنتنا وبعدين كل عائلة فيها الكويس والوحش مش كده ولا إيه وبعدين يعني بالنسبة لأخوه أنا مليش أخ بتقول إيه؟ زي ما يقول لحضراتك كده أنا مليش أخ للدرجاء دي دي أقل لحاجة ممكن أعملها مع واحد لأت تخصوم عائلة العائلة عموما يا محمد ده موضوع يخصك لوحدك إحنا مناش دخل بيه إحنا مليش مناش إلي إنت يا حبيبي وإنت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفوري شوف يا محمد رهام بنتنا الوحيدة وأهم حاجة إحنا عايزينها سعادة بنتنا وتلمر يهم وتبسكة بيك قوي كده يعني إحنا كمان مش هنقفة طريق سعادتك وأبدا يعني ما في إيه؟ ألف ممروك يا حبيبي وعشان أثبت لك جديتنا أنا ما عنديش معنى إن كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي هنا معقول يا بابي؟ ومش معقول إيه إحنا كل حاجة جاهزة مش نقصة أن نفرح شوية أيوة فنم بس أنا لسه مش جاهزة بس للشقة اللي أنا حجستها في مشروع الشرطة الجديد لسه ما استلمتهاش ولا يهمك يا حبيبي تعال عودوا معنا هنا والشقة تبقى تجاه زي راحيتها وزي ما إنت شايف؟ إحنا عادين لوحدنا في بيلا طويلة عريضة وجودكم معنا هيوانسنا لا معليش يا فنم أنا أحب بعيش معاملاتي في شقة أخصى عليك يا محمد إحنا خلاص يا حبيبي حانو بقى آه وإحنا بنقول لك تعال عيشوا معنا على طول ده يا دوبك لغاية أنت ما تستلم شقةك وتجأزك حيبة صعبة بساعة مفيش حاجة اسمها صعبة إنت تبلغ أهلك أن يوم الخميس الجاي الفرح وكان بالكتاب والغاية أخذ الإزبور يكون جهزنا كل الحاجة وافق بقى يا محمد خلينا نفرح على خيرت الله مبروك يا محمد الله يباريك فيتي إزاي يا كرحة صعبة؟ إزاي كرحة صعبة؟ جبت لك شاية رز بلبن أنا مش عارفة ودي جمالك فين كفين يا بقى كلام ده؟ عادي المرحلة ده؟ فيك يا حسين عندي شوات مشاكل في الشهر مش عارفة حالنا إزاي ينفع سألك إيه المشكلة؟ طبعا ينفع بس فيه شوات مخالفات بتحصل في الشهر والله وافقت عليها عجب أشارك فيها طب توافق ليه فيما ترايح ضميرك وتقوله مديرك؟ طب لو قلت لك إن المديري الشخصي إنه قوله مصر عليها وأنا مش قادرة أطوعه لأنها بقى خالف ضمير اقعد خالف ضميرك يا حسين مفيش أي حد يستاهل منك تعمل كده عشاني هتستفيد إيه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك كلامك سليم بس حتى لو قلت لك إن اللي أنت بتقنيدها هيخصرني شغلة وهارجع تاني عاطل لشغلة ومشاهدة حتى لو خصرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغلة أنا أحسن فيه يا حسين إحنا نقصين تشاهفة كده؟ كل واحد لازم يحط خطوط الحمر للنفس وميستانيش خد تاني يحطها ده لو أنت عايز تعمل حاجة صحة في حياتك بقولك يا مون أيها حبيب أنا انت فاعت مع السيارة اللي هو على اليوم الخميس الجهة شبكت بالكده يا مون والله العظيم ألف ألف مبروح أهو كده أخبار حلوة أنا أولا حالو أختك تلعيش علي أنا بس ساعدك تشتري بقى في أستانك حالو كده عشان كان بالكتاب طبعاً ما إحنا كلنا هنيجي إن شاء الله كلكم ها؟ شاهندة فين؟ شاهندة في شغلة يا حبيبتي مطحونة في الشغل عشان تجيب فلوس للولد والله أنا بيتي دي صعبان علاجة لو أحسام فين؟ أحسام أحسام مش هنا أحسام ابن شاهندة أحسام مش هندة نايم يا حبيب ما تعرف أنه عنده حد أنا الصبح يا باختو نايم ولا في دماغه أي حاجة هم؟ نا هتقره على الواد قد الحق والله أنا بقره عليها بقيتنا بدلنا صغيرين ولا أكبر يا يا ريتي يا حماد أبضلتوا صغيرين على الأل كنت قد ضلتوا في حدنا يعني ما دلوقتي كل واحد فيكو في حد مش عارفة تلمى عليكم بالصراحة كده وما تزعلش مني بقيتني كنت مكانة مكانة؟ مش قاملة دي مصيبة يا ابن عندك حق فعلا دي مصيبة انت سعدت في التهريب من غير ما تعرف مصيبة؟ يا مين يشيني شي لأشمال تصحصحني وتعيشني بني آدم بني آدم؟ وما الحيواني بيه؟ الحيواني يا حبيبي اللي يفوت فرصة زي دي وما يستغلهاش فردوها يا فوكس ما اقول يا رب اللي بيحصل لي ده؟ يعني بعد ما كانت شغلتي ان انا قاوم الغلط وامنعه دلوقتي مجبر صحينا عنه واشارك فيه كمان طيب باشا ما اتجربت المقاومة قبل كده وديك شفت النتيجة ايه؟ ما اتجرب بقى المرادي السقوط اكيد يعني النتيجة هتختلف وبقى انت موظف عنده يا رزق يعني ما تأخذنيش والمثل بيقولك قربة الحمار واطرع ما حب صاحبه ايوة يعني اكبر لها اكبر لها؟ اه عيش وكل ارئيش يا فوكس ومطرح ما ترسي دقل وبعدين دي مكويات يا مخدرات يا بوبو ولا ايه ما تفهمه؟ سام الهال دي مجانين وانت هكيد مش تسمع كلامه؟ ما تنقلت انت بسكياتك بقى ما تخيبش الراجل مصي عمام فوتها واعمل نفسك مش اخب بالك ولعله خير ان شاء الله خير عيمي خير بس اش ملاحظ ان اهتمامك زيت بي حبتين ثلاثة ايمان؟ يا ماما دا جارنا وقعد لوحده ومحتاج حد يوقف جنبك والنبي يوص على سبع جار يا حبيبتي متنسيش ان انت اهرمانك وكلام الناس كتير وهو ما بيرحمش وخصوصا انت داخل خارج على شاقته ماما مالك فيقي بتكلمي معايا كده ليه؟ انا عارف حدودي كويس اوي والعلاقة اللي بيني وبينه علاقة انسانية بس جارة العلاقة الانسانية دي ما تتطورش الحاجة تانية وما تنسيش انه رد سجون وبعدين الفرق بينك وبينه كبير اوي يا لهوي انت جننت؟ الجننت ليه يعني؟ انت الرجل على العدب عملي فيها مدير وعمالها الزعدي في راح والجاية انت حطه في البكابرت وطيفل عليه ده انت بتتلككك له بقى علشان تسيب الشغل وانت بتتلككك يا منيرة عشان ما اشتغلش معاك في الكوافير وانت هتشتغل هي يا اخويا في الكوافير حريمي انت غطاص في المجاري يا سنت غطاصيني في اي حاجة ولا سيد بقول الله ما انت عارف هاليف هلوع جبك؟ قلتلك الف مرة لا مش معنى انك تتبت شغلك اخليك تكي تشتغل معايا اخصى عليك يا منيرة ده انت براتي وحاببتي مش معقولة تسيبيني كده وما تشيرينيش بقزمتي اشيلك ده ايه يا اخوي هي المشوحة ناصة مش كفاية بخلان علينا ممرتبك؟ اهو تعطع يا اخت من كتر قرق ومعادش عندي اي دخل يبقى تقعد ظلمتك تربي عيالك عبال ما جي من الشغل بدل ما جيبش خانة تاخد بالها منهم يا نهارك السود يا منيرة انت عايزانة اسيب الغطصة في المجاري واخدف في البيوت؟ يا اخوي محسس انك هسيب رياسة الوزراء ده بيتك ودول عيالك تقعد تربيهم وتعمل حاجة مفيدة احسن بدل ما تعدلك كده زي الكوبة تكون يا سيدولور مطرح ما يسري يمر يا اخوي الاكل ده كله بقى اختي زوز وعمليه مخصوص عشانك لما عرف ان انت جاي ايه اتعرف نملك بكده؟ لا يا جادة اولا يسير غيرك ده انت حبيبي ربنا دي والمعروف هيديمه كل يا سيدولور انا اكل مش عقبك ولا ايه؟ بالعكس ده انا عمري ما شفت اكل حلو كده من ايه امو ان الله رحمها ما ماتت ايه ده؟ انت عايش لوحدك يعلمك؟ عزبانج يعني؟ عايش مكدر مع ابو امراضه ايه؟ امو بيكهربوك؟ هم فعلا مكهرباني امرأة ابوها سيدة حامل بشكلها تجيب حتة عايلي دخلني الجيش ده جال ان هم منظرين على القضة بتاعتي وعايزينين انتروني قبل كاش بر البيت لعله خير ان شاء الله امو يا بيت ازوزو عمل لنا كوباتين شاه حاضري يا ابي ابي؟ اخوات ايه؟ اه بص بقى دولار انت صعبت علي وانا قررت عادك معانا هنا في البيت في البيت فين؟ هنا معاك انت اختك؟ اعيب يا جادة عن الناس دو ليه؟ قال لا ده انت هتكتب عليها اكتب على مين؟ على زوزو اختي وعلى رأي المسل اختي بالأختك واحد زي اخوه انا عمري باي سمعت المسل دعا بالكتب اديك سمعته ايه رأيك؟ في المسل؟ في اختي زوزو اكلها حلو اكلها بس؟ ما خدتش بالك من عينيها شعرها كسمها رجل عب بسطة خرارة وانا بكلمك في حاجة حرام ده جواز انا كنت احس ان الاكلة دي وراها مصيبة زودة الشاي تعالي يا زوزو سليب على العريسة حلك حلك عريس الجيل ليه يا اخي وانا مشبهش وانا مشبهش وهو الطول ده عدل ما يتمناني انت انا حلو وموظر زي الامر بعدين يا دولار احنا بنشتري الراجل اهم حاجة يبقى مكتوب في البطاقة دكر لما من ناحية دكر ما تلقش فهو دكر لك انا معيش بطاقة اساسا او مالو يا اخويا نطلعلك بدل فائد اخبار ده اتمنانياته بقى سريع ساعة كفد الكتاب انتو طلعتولي بطاقة وكتبتوا كتابي وجوزتوني واضح كده انو بداخلين لها طلع بس ما تقلقوش ناقبوك ويطلع على شونا طمع مين يا مقامل انت تعرف اللي قدامك ديه بتحتكم على صور سروة وقاملك سروة وقاملك بالمنطقة المعافلنا لانتو استكنين فيها دي طب انا اقولك على حاجة وانا اطلع من تحت شمرت البنطلوة طب ايه رائك بقى انها بتحتكم على مرجحة مولد وعربيت بمب فاحسن ناصية فيك يا مصر فين بقى فيما نشيت مصر عندنا محطة تتكاوتش اول ناصية بقولك يا العلو دي بنت ناس وصاحبة املاك وصرعوت وانا قد صايعة مستهتر يا جدع بقولك ما عيش بطاقة انت لازم تدورناها على واحد في مستوى انت صح بس احنا برضو ناس متواضعة عايزين نشتري الراجل وعلى رأي المثل خدوهم فقرة يغنيكوا ربونا فكروا رد علي ولعلو خير ان شاء الله هتركب جنبي ولا هتركب ورأي لا هركبك ورأي وقف هنا بس ثانية واحدة يا يا طان فتح دماغك زين هو عا تكلم لازم ان هو اللي ياجب خاطره ها لا حسن نايمت نجليح عليلي يا طاهر اسمع يا طاهر ما تنساشي احنا عاوزينه في الاكبر من قدين احنا لو مجاش يبقى ملناش فيه مصلحة يقول عليه يا رحمن يا رحيم سلام حسن به وصل انت خمس مرة حليك تسأل عليه النهاردة هو فيه حاجة؟ انت هتعد علي انت مالك اسأل عليه كم مرة انا اسأل عليه زي ما انا عايز وانت جوي وخلاص وصل ولا موصلش؟ لا لسه موصلش بس اول ما يوصل هقول لحضرتك على طوب طب غري من قدامي غري من قدامي واول ما يوصل تعليلي ديني خبر انا اسف يا طاهر بيت عن اذن حضرتك يوقع سودة وصل ولا يتهفف دماغه ويروح يبلغ عن نينة مستور يا رب مستور يا رب معي يا رب وصل يا فندم وصل ايف حالة شكري لك يا رب وصل من امتى؟ لسه وصل حلم في مكتب طب غريس روح انت شوفيه يشرب ايه؟ عبال معملكليفون روح محمد الله اه يا طاهر حسن بيه وصل بالسلامة وصل؟ ربنا يطمنك انا في مبروك علينا سلامة انا حطيت شطة في قهتة بس ليش جدرة فضيها دلوق انكوا عدي انكوا عدي من هنا ورايح ما عوزكيش تتحركي خارس لحد ما يجي جابر صغير ربنا يخليك ليه ومحرميش منك خارس وكلها كم يوم ونتنجلوا على المكان الجديد نتنجلوا نروحوا فين؟ هو احنا لسه جاعدنا؟ عفلتك الجديدة تليك بيك انت وعياني ومن النهاردة مفيش بعضي خارس احب على يدك يا سيديا بكفاياك بعض ما في المنصورة؟ نايمت جو نايمتك يعني هو لاي نايم تعالي سيديا انا بستحي تستحي انت ازاي يا ماما تعملي كده؟ ازاي تكري ناس بلدياتك؟ يخطف الولد من حض أمه انا رجحت الولد لحضنا بوه زباد شاهدة دلوقتي عيني قلبها محروق قلبها بيتقطع ما يتحرق ولا يتقطع مهيان ما حرقوا لوبنا قبل كده؟ مشاكرة قوي يا مجاهد انت بملواني حقيقي ما يجيبها اللي رجالها بمورينا عزنا تاني احنا نقدمينك يا ستي ما عايزاش منينا حدا تاني رايحيني على فين؟ هنعود على البلد طواري خدوني معاكم هاد الولد هاروح بتاني هناك في العزمة لحد الامور ما تهدأ انا عارفة ستي شهندة مش هتقضى خالص و هتتقضى بخاطف الولد و هتجيني خبال لحد هنا انت يعني بتدبسيني في المشكلة و هتخلعي؟ لا يا أستاذ انا بحفظ لك على ابنك اللي انت مادرتش تحافظ عليه يا سات المحام المحترم طب بعد ازنك لو سيبيني اقعد معا شوية انا لسه مش بعدش منه انت عارف البيت جويس قوي انك في العزمة تعال اقعد معا ابنتك زي ما انت عايزت و اسقالك و عزوتك و انت لو تيجي معايا ولا؟ طبعاً أم الحشب حفيل المين؟ يلا يا أخوي يا جاي الشنططة و حصلني تحتها لفي العربية حاضر أمك بقت خاطر قوي طالع هتعمل فينا ايه؟ طبعاً يا مرحب يا مرحب يا حسان باشي نورت مكتبك انا كنت عارف انك هتحسبها صح بص يا مستهي انا زي الزي بقى وما ليش ملكة وصوتي من دماري واللي ايفرم غير كده يبقى ما يعرفنيش فمش معنى ان انا جيت تاني انك مسكني من ايدي اللي بتوجعني معاش ولا كان اللي يمسكك من ايديك اللي بتوجعك يا باشر ايه؟ ده انت الباشر بتاعنا ده انت الكل في الكل واني كل غرضي انك تبقى موجود في وسطينك المصلحة تمشي ايش معنى انا طالش؟ صعفت علي يا باشر بصراحة صعفت علي فقلت نرزق سوي احسن ما نرزق لوحديني بتهرب حاجة تانية للأدوية؟ بي الأدوية وبس أدوية وبس وكل غرضي اني اساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجالة وفي النهاية اكسب لي ارشان اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك هسدقك يا طاهر هسدقك يا طاهر لاني ما عنديش حل تاني غير ان اصدقك لو على الأدوية ماشي هو ده الكلام هو ده الكلام اصحب احسن احسن ما في التليفوناتك لنا في المصيصة فيها يا شهين امني اتخطف يا حسين امني امني اختي شهين ده طاهر اتخطف ازاي يعني مش فاهم ايه دي بس اشناف عندك عربية كان فيها ثلاثة خطفوه محيط هوس هري اسطح طيب طب طب يا كيف يا بي هير يا بي ايه على فن عمل محضر ازب局 ح lead طب طلب طب حدم حجبد مهم مستهلة الضاء مش مستهلة مش مستهلة دي مستهلة ونص مش قادرة يا حسين هتجنر خلاص يا شاهندا مش رحنا لإسمه وعملنا له محتر ودتها انتي بخط في الوقت خلصنا بقى هو اللي خطف الفوسام وحديش ليه مصلحة غيره قالي لو شفت ساهر طليق دي حد له بسناني فوسام تعالى نطلع عنده على البيت أنا متأكدة ان هلاقي ابني تلاقي أمه اللي مقوياه معقربة معقربة الله يسامحها وعيد الصدق هو وأمه إن شاء الله قوليلي السكة يا شاهندا اطلع على مصر الجديدة بسرعة يا ستة شاهندا مصر الجديدة مش كده؟ بصورة انت الساكت يا طالب وكونا نفسك ابني؟ خد يا ناحا فاييه تعالى بس عمتت فاييه تعالى بس عمتت فاييه اللي اضاف معانا ابني من يا ساهر؟ ابنك؟ توصودي ايه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده وحات ابوك وكلمني اللوات فين؟ ما تنتق يا سيدي واتخلصنا دي مهما كان أمه وقلبها بيتقطع على ضناهي انت مين انت أصلا؟ يا ساهر بقولك ابني فين؟ ابنك؟ ابنك قف حضرتكم وشكلك كده اهملتيه وستيه لحد ما تخطف منكم والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر بس ورحمة سلمة امراتي اللي هي أختك لو عرفت ان انت اللي خطف الواد لحيبقى لي معاك كلام تاني وريز القوي انت بتهددني ولا يا حسين؟ يا عم انا لا بهددك ولا يا حسينوك كل الحكاية ان اللي اللي خطف وانا عايز اعرف انت اللي خطف ولا حد تاني وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطم من قلبك كده لا يا حتنا وعرفت ان اللي اللي عندك حقصني ان انت اللي خطف الواد ايو حسين انا اللي خطفته اه يا حرام يا نادل حوديك في ستين الف ده يا روعت الغلطي بأي كلمة وانت وعا تمد ايدك لحسن اعطي اهالك ماشي يا حسين الوقت ده ابني ازوا مع ابناء والزبط ومفيش اي قانون بيعاقب انه اب بياخد ابنه سليم مفيش قانون بيعاقب انه اب بياخد ابنه نتكلم بقى لما تهدد كده وتركز واعلك يرجع في رأسك سلام انت هتسيبه هو بيقولك انه خطف ابني؟ مهربني ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما انت كمان من حقه تدلعي و تتمتعنيه بس بعدين مش دلوقتي عشان انت هو ايه اللي مش دلوقتي انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي الوقت ده لازم يصير النهاردة خلاص يا طيب خلاص نتكلم بعدين يلا عشان انت يلا 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 مر مني احنا تطميننا عليك روح يا شيخ الهي ربنا يبتلك بمصيدة يلا يلا طيب يلا اوه يا حسيمة ايه دي يا شاهند ايه دي حبيبتي؟ اه ده ازاي بس يا ماما؟ ايه يا شاهند ايه اللي حصر؟ ازاك يا محمد باشي؟ سهر انت عاد هنا بتعمل ميه؟ مش وقتها اسئلة دلوقتي ابني تخطف سهر خطف يا محمد انا مش مصدقة ان سهر يعمل حاجة زي دي انت بتقوله ايه؟ هو الجنن ولا ايه؟ ده انا هروح اجيبه دلوقتي واكسر دماغه ابنك حيبات في خطنك يا شاهند استعدى بالله بس يا حضرت الزبط اتكسر دماغه اللي ايه؟ بأمرت ايه؟ الراجل خطف ابنك يعني مفيش جريمة انت هتحميله ولا ايه؟ انا مش بحميله يا حضرت الزبط انا بتكلم بالعقل وفي الهون وفي الاخر مش عايزين الوقت يشوف هم وابوهما بيعطع في بعض ساهر ما بيجي شغل بالعافية يا حسام انا عارفة معاكي حق يا سيدي شاهندى فيه ناس ما بيجيش اللبار بالبلغة ما تخرص انت انت ايه لدخلك ما بينك بس يا طاهر اظن مش من الزوء يا محمد بيه وعيب انك تعمل ضيوفك كده انت هتعلمني العيب وليه لا اباشر ده كان زمان قبل ما تبنى على حياتك ما يزحش كده يا محمد عيب طاهر اتغير يا محمد بيه اتغير زي ما كل حاجة اتغيرت بقى بيه يا بيه بيه ده منظر بيه بقى بيه من ايه من كلم ربنا عشان نيتي الصف ايه وقلب اللي زي الحليق طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد مديرك وانت مليه شغل طاهر المستيه عشان تشتغل عنده وما له طاهر المستيه يا محمد باشي ده احنا كلنا ولاد تسعي وبعدين انيامة خدمتك اطلع بره يا اطلع بره بدل ما تتخنقوا معا بعد يشوفوا لي حل في المسيبه اللي انا فيها دي اخوك يا حسامة عنده حالة نبدي فرصة السهر ان نفكر شو هي ويرجع العقل ويرجع الولد بدل من نخش في مشاكل معاه انت كمان يا موما هتقولي كده ما احنا لازم نحيله انتو احرار انا ممكن اجيبه وبايته في التخشبة لحد ما يجيب الواد بتهمت يا بايش من غير تهمة بلطاجة كده وخلاص ولا انت نسيت انا بقيت ايه بطل افترة على خلق الله ملكش دعم قعب يا محمد انت بتكلم اخوك الكبير الكبير كبير بقى اخلاق ومش بالسنة ولا مش هرد عليك عشان انا الكبير بقى اخلاق يا محمد بس بي يا ماما واضح ان المحمد بيه نسي حاجات كتير طبعا لازم انسى لازم انسى 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 التمثيل اللي انت مسلته عليه بطل بقى يفاها بقى ايه انتو بضلك تحاله كتير هسام على فكرة اخوك عاوز يكتب كتابه الاسبوع اللي جاي وكنا عاوزك يا انا عشان تساعده في كل حاجة لا انا شايف ان انا اجل المرة طبعا بيوجهة نظر يعني يعني ايه يكتب كتابه واخته عن ده المشكلة انت مالك انا ماعزم داكش ايه اللي انت بتقوله دا يا محمد انت بتخرف اخراس انتو ملكش داو انا عارف انا بقول ايه انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ماعجبنيش معزموش ولا انت ليك رأي تاني انا بانيش ايه يا رب انا لحد كده وحلو اه يا محمد باشي مانيزك يا ماب مانيزك يا شاهد يالله طيب يالله يا باشي السلام عليكم